زي ما شوفنا ان النادي الاهلي بيبقى عايز اللعيب يركز في الملعب وبس وطول عمر النادي الاهلي كده على فكرة عايزين بقى نروح على ماتش النهاردة اللي هو قدام بيرامدز ماتش طبعا ماتش قوي جدا ويعني الفترة اللي فاتت أو السنين اللي فاتت كنا بنشوف الماتشات الاهلي وبيرامدز دايما بيبقى فيها ندية كبيرة جدا وكل فريق بيبقى عنده الحافزون يكسب وكل فريق بيبقى عايز يكسب المباراة وطبعا لعيبة النادي الاهلي رجالة في كل المناسبات لعيبة النادي الاهلي بتلعب على حاجة واحدة ودايما بيرفعوا شعار المكسب بس مهما كان المنافس ما احترامنا لجميع المنافسين ماتش النهاردة بإذن الله نتمنى انها تكون مباراة جيدة ويحقق فيها النادي الاهلي المكسب وحصد النقاط التلاتة والاستمرار على قمة الدوري قبل ما يروح يشارك فيه كاس العالم الاندية واللعب مع كبار اندية العالم لان هي دي مكانة النادي الاهلي الحقيقية ماتش النهاردة ان شاء الله حيديره تحكميا كابتن جهاد جريشا وكلنا عندنا صغف كابتن جهاد جريشا كابتن جهاد حكم كبير نتمنى له التوفيق النهاردة في القرارات لان الاهلي مش عايز غير حقه وبس ودايما بيرفع مبدأ العدالة فقط العدالة تطبق على الجميع مش حد يضغط على الحكام بالتهديد ان اعجيب حكام اجانب الحكام بيظلموني الحكام مش عارف اعملولي ايه لا مرة تانية بنقول النادي الاهلي عايز حقه بس لو رجعت الماتشات اللي بيقولك بقى احنا تظلمنا وما تظلمناش شوف النادي الاهلي الماتشات اللي فاتت اتعرض للظلمة ايه قبل ما تتكلموا ومع ذلك احنا كل مرة بنقول نتمنى التوفيق للحكام المصريين وبنساند الحكام المصريين طبعا الكابتن جهاد جريشا قادر مباريات كتير سابقة بين النادي الاهلي ومنهم مباراة كانت بين الاهلي وبيراميدز في دور التمانية لكاس مصري سنة 2019 والاهلي كان الافضر والاكثر سيطرة وكان في المباراة دي كان فيه هناك بعض الاخطاء التحكمية الواضحة منها ركلة جزاء للنادي الاهلي كانت رجلة جزاء واضحة بعدها طلع الكابتن جهاد جريشا واعتذر علانية لجماهير الاهلي واعترف بان النادي الاهلي ليه ركلة جزاء لم تحتسب وهو بيعتذر عن عدم احتسابها احنا بنقول للكابتن جريشا ربنا كابتن جهاد جريشا ربنا يوفقك النهاردة ان شاء الله عايزين تركيز كامل ومش عايزين غير حقنا والعدالة فقط يا كابتن جهاد